شفظكم الله وهذا عطف على سؤال سابق يقول سمعت بعضهم يقول أن أكثر أهل الجنة من النساء لأنهن أكثر أهل النار ابتداءا يعني عكس الحديث نعم نقول يعني عكس الحديث نعم من أين جابوا الكلام نعم لأنهن أكثر أهل النار ابتداءا لأنهن أكثر أهل النار ابتداءا بسبب كفران العشير وكثرة اللعن لكن مردهن إلى الجنة ما دمنا مسلمات موحدات هذا لا يعارض فيه أحد إنهن وإن كنا من أكثر أهل النار فلا يمنع أن يدخلنا الجنة فالمسلم يدخل النار أيضا بسبب ذنوبه وكبائره ومنه النساء نعم فهل يفهم من ذلك أنهن أكثر أهل الجنة ما قال هذا أحد ما قال هذا أحد وهذا خلاف كلام الرسول صلى الله عليه وسلم الواجب عليكم يا إخوان أنت تأدبوا ولا تتكلموا بشيء لا تعرفونه ولا تعارضون حاديث الرسول صلى الله عليه وسلم نعم